اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين يا صباح الفل أو يا مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني منه وبتشوفوني من أي بلد اكتبوا لي بقى في التعليقات بتشوفوني من أي بلد والتوقيت عندكو الصبح ولا بالليل وفي جميع الأحوال انت بنواروني ومشرفوني بمشاهدتك للفيديو لو انت بقى أول مرة تشوفيني ستكل انزلي بسرعة على سر الاشتراك عملي بقى سوي سكرايب وخلي الجرس كده باللون الأحمر علشان يوصل لك كل جديد وتنواري كده عائلتنا بيكي وعائلتنا تكبر بيكي انا بقى عولة بدوي لو انت أول مرة تشوفيني يسعيدني ويشرفني اشتراك للقناة وتفعيلك للزر الجرس ولايقاتك بقى الجميلة وتعليقك الحلو اللي دايما بيشجاني على الاستمرار وهي على ان انا نزل لكم فيديوهات أكتر وأفكار أكتر النهاردة بقى نزلت السوق كده اشتريت شوية حاجات علشان استخدامنا الشخصي لول أسبوعي وكمان لرمضان كل سنونا طيبين بقى بمناسبة ان احنا خلاص وشعبين وربنا يبلغنا رمضان كده آمنين مطمئنين وربنا ينصر كده اخواتنا في غزة نصرا عزيزا يتعجب له أرض السماء وأهل الأرض يا رب العالمين ردعي بقى كلنا للأمة العربية كلها والمسلمين ربنا ينصرنا يا رب وربنا كده يلطف بينا ويعدي الأيام اللي جاية كده على خير أول حاجة بقى كده جبت شوية طماطم الطماطم اللي هي الجامدة بتمانية جنيه جبت كيلو والطماطم المستوية بستة ونص جبت كيلو ونص كشان عملهم صلصة لرمضان وجبت كمان كيلو جزر عمل ستشار جنيه وجبت كيلو من الفلفل الأخضر عمل تمنة شار جنيه وجبت كيلو من الخيار عمل برضو تمنة شار جنيه وجبت اتنين كيلو ونص من البصل البصل عمل تلاتين جنيه قديم والجيد عمل لعشرين جنيه جبت من القديمكة اتنين كيلو ونص وجبت كيلو بسلة برضو عشان نشيلها وجبت نص كيلو من اللمون وجبت بطاطس البطاطس التحمير حلوة دي بالستاشر جنيه جبت اربعة كيلو برضو نشيلهم كده في الفريزر نطلحهم على طلع الالية وجبت برضو فلفل الوان حوالي اتنين كيلو كده الكيلو عمل تلاتين جنيه وجبت برضو لفت كده علشان بقى نخلله نعمل لفت بقى الرمضان مخلل كده الكيلو ونص بعشرة جنيه جبت تاتا كيلو وجبت عليهم كده بنجرتين كده علشان ايه نعمل بقى احلى مخلل اللفت كده وجبت بقى كرمبتين كده متقصدين يعني اللهم كبار قوي والهم صغيرين ما شاء الله محملة وحلوة الواحدة عاملة عشرة جنيه جبت الاتنين بعشرين جنيه لو انت بقى عايزة تفرزي اه حاجات لرمضان الحقيق بقى اليومين دولك كده الطماطم رخيصة اللفت والكرمب خلاص ده اخر حاجة ليهم فالحقي بقى اليومين دولك كده وجبت بقى شوية خضرة كده بعشرة جنيه عشان برضو نشيلها في الفريزر نطلحها كده على التغذيعة وجبت بقى شوية فراولة كده كيلو الفراولة عاملة تلاتين جنيه جبت كيلو ودناء انا منهم كده حبة والبقى نشيله في الفريزر نعمل بياه عصير كده في رمضان وجبت برضو كيلو لا اكتر من كيلو من البرتقان البرتقان عاملة عشرين جنيه انا جبت بتلاتين جنيه بس يعني هي دي كده كانت المشرب بتاعتنا بتاعت الخضار والفاكهة انت بقى يعني ايه على قد امكانياتك كده لو عندك بقى مقدرة وعندك مكان اتي اكتر لو مش عندك زي حالتي كده اتي حبة يعني على الاساسي زودي حاجة بسيطة وشيلي في الفريزر هينفعوك في رمضان وجبت بقى روحت السوبر مركز بقى اسوال عسيم يا جماعة بجد فاضي الناس كلها خايفة من الاسعار ان هي تقلق اكتر من كده والله يكون فعولنا كلنا يا رب العالمين الحاجة بتقلق بطريقة مش طبيعية كل يوم بسعر وكل ساعة بسعر فحاجة صعبة بصراحة جبت بقى دبس الرمان ده الازازة دي عملة سبعة واربعين جنيه بتنفعي بقى اختواب للفراخ وكده ونعمل بقى ورق عنب بتبقى حلوة قوي مع الورق العنب فجبت الازة دي وجبت بقى منديل مطبخ زي من شايفين كده اللي هم ستة دولار عاملين واحد وخمسين جنيه كان عليهم عرض جبت بقى منبقى ينفعوني كده كم شهر وجبت بامبرز بقى القسوس حمودي البامبرز ده اللي حتو عايز منزانية الواحده اسيسا وجبت بقى كم زرف كده من الفانيليا عشان بقى الشربات والحلويات والحاجات دي وجبت تلات علب منديل مور علشان برضو بتبقى اوفر من نينسي جيبي واحدة بس وجبت اللي هوا شير ده مطبخ صفرة هقول لكم الايام اللي جاية هستخدمه في ايه غير طبعا نحن نحطه تحت الاكل بمستخدمه في حالات كتيرة جبت بقى من اكازيون جبنتي انا بحبها جدا ما كدش موجودة في اسواء العسيم فاروحت بقى اكازيون لقيت جبنتي دي جبتها جبنا فيتا وجبت بقى الزيت يا جماعة الزيت ايه ده ايه الاسعار دي ازاست الزيت دي الشهر الفات كان ب42 جنيه الشهر ده ب75 جنيه شايفيني الفرق ايه ده في ايه بجد انا عايز حد يفهمني هو في ايه والمكارونة برضو يا جماعة الكيلو بقى ب35 جنيه يعني انا جايبة النص ده ب15 جنيه بساطة ده يعني في ايه الرز برضو 34 و35 جنيه ده اا اكازيون عامل عليه عرض عشان متكسر ومن فاتفة كله بتساوي 20 جنيه يعني مش عارفة انا جبت الكيس ده شيلو الرمضان نعمل بيه محشي عشان اصلا يعني الرزوية مش رزوية كاملة كده مكسرة وجبت كمان نص كيلو من الفول عشان ندمسه وجبت عليه ب5 جنيه عطس اصفر و5 جنيه فول متشوش وجبت ب10 جنيه برغل وجبت كمان كسين كده ملح النور عشان بقى نعمل المخلل الليفت بتاعنا الكسين دوت عاملين 8 جنيه وجبت بقى شعرية من عند العطار يعني لو عندك كده عطار موسوك في وحاكت ونضيفة قاتي منه احسن بتلاتين جنيه سايبة فلما تجيبي كذا كيلو هيفرق معك الخمسة جنيه دوت هيفرق معك في الكميات يعني وجبت برضو الضقيق السايب بـ 28 جنيه جبت 2 كيلو طبعا في المحلات 35 جنيه 38 جنيه واسعار كده فجبت السايب وجبت 10 جنيه كمون وبـ 10 جنيه بابريك وجبت حمص وارض الحمص بـ 10 جنيه وجبت بالباقي كده كيس خميرة كان الراجل المسمع فكة فجب لي كده الكيس الخميرة فالأيام اللي جاية دي كده عدوها كده بأي حاجة لحد بنشوف بقى في رمضان هنعمل ايه وربنا يكون فعون كل أب وكل أم كل حد مسؤول عن أسرة وعن أطفال وعن عيلة بجد الله يكون فعونكم كلكو يا رب وإن شاء الله نتمنى أن الأيام اللي جاية كده الأسعار تقل شوية جبت بقى من عند الراجل بتاع اللحم المجمدة اللي هي اللحم البرازيلي جبت نص كيلو لحم وفرومة الكيلو عامل 280 جبت نص وجبت برضو ربع كبدة بـ 40 جنيه وجبت نص سوسيس ونص سجوء وجبت بقى فراخ الفراخ النهاردة الكيلو عامل 94 جنيه جبت فرختين بـ 350 جنيه عن كل فرخة أقل من 2 كيلو حاجة بسيطة برضو الفراخ مش عارفة أسعارها زالت قوي بجد الله يكون فعون والمدرير للحم دي ميكس كده جبتها بـ 65 جنيه فدي كانت بقى مشتوية الشهر بتاعتنا لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والمتابعة وضمتم في حفظ الله وسلام الله سلام عليكم